في الميناء بيبدأ مع ماسيو اللي كان بيعد الأيام علشان يخلص مرحلة السنوية علشان يروح الكلية اللي بيحلم بيها اللي بيساموها كلية القمة وبنعرف انه كان نائب رئيس الطلبة وكان قاعد يفكر في الخطاب اللي هيقوله قدام المدرسة كلها وبيكون ده الخطاب اللي هيساعده انقبل في الجامعة اللي بيحبها وبعض الحصة بيطلع على المصر علشان يعرف ايه جديد وبعدها بيعرف ان المدرسة هتستضيف سامناك وما بيظهرش تاني طول الفيلم وماسيو مروح بهلاية عربية ركنة في البيت اللي جنبهم وبيستغرب لان البيت كان فاضي وبيعرف انها جارتهم الجديدة وبيدخل البيت وبيسلم على اهله وبيقولهم انه عايز ياخد منحة الجامعة كبيرة فاهله بيكونوا فخورين بيه وبالليل بيطلع الزبالة وبيشوف لأول مرة جارتهم الساروخ وبيقعد يبص لها وبيلخبط في صندوق الزبالة جارته كان الجميلة جدا لدرجة ان ماسيو قاعد يحكي لصحابه في التليفون شوية وبيطلع يبصوا وبيفكر انها ما شفيتوش لكن فجأة بيسمع الصوت ان في حد بيخبط عليهم بعدها اهله بينادوا عليه بينزلهم وهو خايف لكن بيهدى بعدها لما بيعرف ان جارتهم دانيا جاية تتعرف على اهله وبتطلب منهم حد يساعدها علشان يعرفوها المنطقة اللي هم فيها فاهله خلوا ماسيو يروح معاها وماسيو كان مبسوط اوي وبيركبوا العربية وماسيو بيحاول يفتح معاها كلام علشان ياخدوا على بعض لكن هي بتقب بالعربية مرة واحدة وبتبصله وبتقوله ايه رأيك في اللي انت شفته فبيبص في الارض وبيعتذر لها لكن هي بتبصله بصة كلها اصارة وبتكون عايزة شيء تاني غير الاعتذار بعدها طلبت منه طلب غريب انه ينزل يقف قدام العربية ويقلع حدوم وبينزل ماسيو فعلا بيقلع حدوم ولكن دانيا بتاخد العربية وتمشي وهو الحيها بالعافية وركب العربية وهي كانت مبسوطة وبتضحك وماسيو ما تكلمش عن اللي حصل وقضوا باقي اليوم مع بعض في مطعم واتكلموا عن انهم سناجل بعدها بتسأله سؤال عن اكتر حاجة مجنونة عملها هو بيحاول يقلب حاجة لكن ما عرفش لانها بتكون فأساء وهي بتقوله يدور على بنت تساعده انه يعمل حاجات مجنونة وهو بيبصلها على اساس انها البنت دي ومن اليوم دا علاقتهم بتبقى احسن وبعدها بتاخدوا ويروحوا وبعد كم يوم بتروح له المدرسة وبيكرر يسيب المدرسة ويروح معاها علشان يلفوا بالعربية وقضى اليوم كله معاها وحكالها عن نفس وبعدها بيقفوا مع بعض وبيتكلم عن نفس وهي مش مسدقاء وقالت له تعالى معايا وبتاخدوا بالعربية وبيقفوا عندي بيت ونزلت من العربية ودقلت البيت من غير ما تعرف فيه حد وقال لا لا بعدها قلعت ونزلت حمام السباحة ومسيو بيكون خايف لكنه بيتكرر يقلع وينزل معاها بياخدها ويروحوا حفلة واحد صاحبه ولما بيدخلوا الكل بيكون باصص عليهم هنتر صاحب الحفلة بيطردوا منها وبيقعد يتكلم معاها ومسيو بيجمع شجاعته وبيروح يبعد هنتر عن دانيا وبيبصها بصها طويلة وتاني يوم في المدرسة بييجي صاحبه وبياخده وبيوري فيلم لدانيا كانت بتمثل فيه وكانت حاجة مش مستوعبها وبنعرف ان دانيا ممثلة افلام سخنة ومسيو بيتدايق ويمشي ولما بيتقابله بالليل قرر انه ياخد غرفة بفندق ويحاول معاها وبيجري وراها علشان يعتذر لها وهي بتلف وتقوله انه خانسقتها لانها كانت فاكرة انه شخص كويس وبتعيط وتاني يوم بيفكر ازاي صالحها فبيروح لها البيت وهي بتفتح له وبيدخل وبيعتذر عن اللي حصل لكن بيلاقي معاها واحد اسمه كيلي وهي بتقوله يمشي وبيسمع الكلام وبيطلع يستنهم برا وكيلي بيطلع وراه وبتعرفوا على بعض ومسيو بيكون قلقان منه وبيقوله انهم بيخرجوا سوا ولما دانيا بتطلع مسيو بيكرر يروح معاهم وتاني يوم في المدرسة كانوا بتفرجوا على فيلم وصاحبه سأله عن دانيا ولما بيطلع من المدرسة بيلاقي كيلي بيتكلم مع شوي ببنات وبيكونوا مبسوطين ولما بيشوفوه بياخدوه وبيمشو بعدها في فترة بيلاقي دانيا بتلم حاجاتها ومشي فبيحاول اقناعها تفضل لكنها بترفض وبتمشي مع كيلي وبيكرر هو وصحابه يروحوا فيجاس علشان يرجعوا دانيا لانه مش عايزها ترجع لللي كانت بتعمله ولما بيوصلوا بدخلوا مهرجان افلامه ومسيو وصحابه بيكونوا مصدومين من اللي شايفينه ويمشي ومسيو بيحاول يكلمها تاني لكن دانيا بتسيبه وتمشي بعدها كيلي بياخدو غرفة تانية علشان يتكلمه وهناك كيلي بيهدده يبعد عنها علشان هو عايزها تشتغل معاه ومسيو بيروح لدانيا يكلمها وبيقول لها ان دي مش شغلتها وبيديها ورقة وبيسيبها ويمشي ولما بتقرأ الورقة بتفتجر اوقاتهم مع بعض وبعد اسبوع بيكون معاد عشل من حاجه وبيخبط الباب وبيلاقيها دانيا وبتعزمه علشان توديه المدرسة وقبل ما يدخل بيعزمها تحضر معاه حفلة التخرج وبتوافق وهي مبسوطة وفي الفصل كيلي بيدخل ياخد ماسيو ومسيو بيوافق يروح معاه وبيطلب منه يرجعه على المعاد وكيلي بيقول له ان دانيا ما ظهرتش علشان الشغل ودخل له يخسر فلوس كتير وان ماسيو ما معاهش فلوس علشان يتفعله وكيلي نزل ضرب فيه لكن كيلي بيقرر يخلي ماسيو يسرق هايجو وبيقول له ان هايجو كان شريكه في الشغل وسرق منه فلوس كتير وماسيو بيكون مضطر يوافق وكيلي بيدخله البيت هايجو لكن بعدها بيبلغ عنه الشرطة علشان يبعده عن طريقه علشان يرجع دانيا الشغل وماسيو بيقدر يهرب ويكلم صاحبه علشان يوصله للحفلة لكن بيوصل متأخر وبيكون لازم يقول الخطبة بتاعته وبيطلع وبيرمي كله ملاحظاته وبيقول خطبة من دماغه وبتعجب الناس كلها وبتسقف له وبيجي وقت اعلان الاسامي لكن ماسيو ما بيسمعش اسمه تاني يوم بيكتشف ان كيلي سحب الفلوس اللي ادهى للمدرسة والستة دي بتقول له قدامك يومين علشان ترجع الفلوس وإيه اللي هتخش السجن وما بيكونش عارف يعمل ايه فبيروح لدانيا وبتهديه وبيحطه خطة علشان يرجعه اللي سرقه وبيرجعه الهايجو وبيرجعه اللي سرقه وبيحكي له اللي حصل لكن بتقابلهم مشكلة ان الممثل الرئيسي ما ظهرش واللي كانت هتمثل واحدة من صحاب دانيا وماسيو قرر يمثل معاها لكن افتكر دانيا ورجح في كلامه وواحد صاحبه قرر يساعده وقال له أنا اللي همثل الدور في الفيلم وتاني يوم ماسيو بيكلم صاحبه وصاحبه بيقوله ان الشريط بتاع الفيلم اختفى ولما دخل البيت لقى كيلي قاعد مع اهله ومعاه الشريط وكان بيهدده بيه لانه كان فاكر ان ماسيو هو اللي بيمثل وشغل الفيلم قدام اهله علشان يخلي اهله يعقبه ويبقى شكله وحش لكن لقى فيلم تعليمي مش اكتر وماسيو مش فيه كمان وبقى شكله وحش بعدها ماسيو بياخد منه الشريط وبيبيعه وبيجيب منه فلوس كتير وبيعرف يرجح فلوس سام بعدها هو ودانيا بيتصلحه وبيعمله علاقة مع بعض وبعدها بيدخل الكلية اللي كان نفسه فيها وكمان دانيا حبيبته في تفضل معاه وبيعيشه حياة سعيدة مع بعض والحد هنا بينتيفل منه لو حابب تشوفنا تاني اعمل اشتراك في القناة وما تنساش تعمل لايك للفيديو واشوفكم الفيلم الجاي سلام يا عمي